مشاهدين الأعزاء مكملين معكم أكيد مشوارنا وفقاراتنا خلينا اليوم نصلت الأضواء على الشباب الأردني الطموح اللي فعلاً عم بينجز ودايماً هو متابع لهوايته وبحب طبعاً أنه ينجح بهاي الهواية من الغناء والمشاركات في المهرجانات الأردنية المحلية ويعني إثباته خلينا نقول نوعاً ما أداءه صوته المميز هالموهبة اللي تميز فيها موهبة الغناء اليوم عم نحكي عن صاحب عدة مواهم من ضمنها الفن تصميم وجستمات لهياكل الطائرات رح نحكي طبعاً عن هالهواية اللي أصبحت مهنة دخل عالم الفن سنة 2006 شارك في العديد من المهرجانات الأردنية المحلية حصل على المركز الأول طبعاً على مستوى المملكة في الغناء تم تكريمه من قبل معالي وزير التربية والتعليم السابق الدكتور محمد ذنيبات وعنده موهبة أخرى أبدع فيها هي موهبة صناعة مجسمات هياكل الطائرات الحديث أكتر عنه عن فنه وعن تصاميمه معنا الفنان الأردني مازن العذاب أهلاً وسهلاً فيك مازن أهلاً فيك خلود وأنا بتشرف وسعيد بإني أطلع معك في برنامج يوم جديد لحتى أوصل رسالتي وصوتي الإيجابي لكل الناس اللي عم بشوفونه صوتك الحلو ما شاء الله يعني كل ماله الناس عم بتحبه أكتر وأكتر وقدنا نسمع صوتك يعني بدنا نسمع أغاني بدنا نسمع هالصوت المميز منك بالبداية هيك بدنا نحكي شوي عنك معزن يعني من الغناء هالتحول غير نقول لصناعة هياكل مجسمات الطائرات نحكي شوي طبعاً الغناء هو أكيد موهبة ربانية الله نعمها يعني علي وعلى حنجرتي الصغيرة فبحب أنا الفن بحب التوزيع الموسيقي بحب اللون الدافي الإماراتي البداوي الصحراوي هذا من جانب الفن يعني ولكن الطيران قصة وقصة هلا قصة وقصة هلا بدنا نشوف يعني زي ما أنتوا شايفين المشاهدين نوعاً ما هالمجسمات اللي موجودة على الطاولة رح نشرح عنها بس الفكرة من وين بلشت معك لما بنقول مجسمات طائرات وليش طائرات صحيح هو هذا السؤال كثير بيجي من خلال أخدت هالحب عالم الطيران من خلال والدي يلي هو كان يشتغل في أحد مجالات الطيران فكان يأخذي معه على المطار وتشربت هذا الاشي ويوم عن يوم يوم عن يوم بلشت يطور ويزيد عندي الحب والشغف لهالعالم الجميل اللي بعشقه أنا جداً أدي صعبة هالهواية أنك تبرزها اليوم صناعة مجسمات لما بنقول مجسم طائرة أو مجسم لهيكل طائرة أدي بيأخذ معك وقت هلأ زي ما حكيتي قديش هي صعبة هلأ أي شيء في الدنيا صعب الشخص بيكون بحبه وداخل في أعماقه وبكون بالنسبة في إله يعني في داخله شيء سهل جداً وبيحكي عن طريقة حب نعم فهلأ المجسمات هاي مطابقة للواقع لطائرات موجودة على أرض الواقع كل طيارة إلها ديزاين معين سواء المدنية العسكرية العمودية كل شيء له إشي بيطلبوا منك هلأ صاروا الناس مثلاً أو خلينا نقول الشركات أو الشركات الطيران عم بيروحوا لمازن لحتى يصمم لهم هالمجسمات وتكون موجودة عندهم صحيح هلأ أنا الحمد لله بصنع مجسمات لطائرات ممكن الألات الميكينيكية ما تصنعها أنا بصنع هند ميت كلهم من الصفر بإيدي مخطط هندسة على الكمبيوتر لتصير المجسم على يحاكي يعني التخف الفنية بالضبط الواقع فهلأ بعض الشركات في العالم ما بتصنع المجسمات حسب طلب الشخص يعني زبون فهلأ أنا بحل محل الشركة وبسوي الإشي في إيدي والمقابل هلأ أنا الحمد لله صرت يعني عم بتحدى الآلات الميكينيكية وعم بساوي مجسمات عم بتحداها طيب ما زلأ أنت بلشت بالحكي أنه كبداية لصناعة المجسمات الفكرة بتبلش طبعاً بالكمبيوتر بتجنهزها بتنفزها وبعدها بتبلش تنفيذها من خلال صناعتها واستخدام أدوات أكيد شو الأدوات اللي بتستخدمها بصناعة المجسمات؟ هلأ أنا بلشت في أربع مراحل بلشت المرحلة الأولى بالكرتون المقوى ثنائي الأبعاد 2D البادي وبعدها المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الكرتون المقوى ثريدي ثلاث الأبعاد وبعد هيك صرت أوري أستورد من برة قطع معدن وبلاستيك لحياك المجسمات وأركبها وأعدل وأدهن عليها والمرحلة الأخيرة اللي هلأ زي ما عم تشوفه على الشاشة اللي هي الخشب في حدا بيساعدك يعني خلينا نقول للوالد؟ للأسف لأ هذا الشيء دائماً بعاني منه طب لما بيكون في ضغط عليه كله لسه ما صار في ضغط على الطلب في ضغط الحمد لله ولكن أنا يعني بعرف أنه في تصدير لبراً أه بالضبط هلأ أنا أولها ممكن أواجه صعوبة ولكن أنا يعني زي ما بيحكوا من دهنه سجيله بالمثل العامي أنا عم بدعم حالي في حالي هذا الإشي يعني اللي مخليني أستمر لو أني بدي أستنى جهة معين أنها تدعمني زمان كان وقفت عن هالموهبة كدعم أنت عم تحكي مادي يعني كريعاية أنهم يكونوا داعمي والأساس في هالموهب المادي لأنه في مواد في خشب في دهان في كثير شغلات هلأ بمكن الشركة نفسها يعني اللي بتيجو بتطلب منك هي لحالة بتكون داعمتك هي داعمتي كزبون كزبون بالضبط بس ما بتدعمني في أمور مثلا كسر المهنة اللي أنا بقتني لكن الأمور ماشية الحمد لله مي بيساعدك في صناعتها ما في ناس يعني أنا هي الشغلة الوحيدة أني لما أقص المخطط الهندسي اللي هو الخشب بستحيل إيد بشري تقصه مية بالمية فبتعاون مع بعض النجارين وبإشرافي تمام طيب اليوم لما بدي أسألك إليك أنت كمازن بتحس حالك أقرب للغناء والأقرب لهالموهبة أو الهيوائي اللي صارت مهنة بالضبط الثنتين عزيزات عقلبي بس الأكيد الطيران رقم واحد طيران رقم واحد الأد حبك للطيران هو اللي يخلاك أنك تكون عندك هالشغف في صناعة مجلسة أنا حبي للطيران وصلني أني أعرف نوع الطيران من صوتها ومن أضويتها بالليل كثير حلو ممكن تحول من الطيران مثلا لشي تاني كثير ناس حكوا لي جهات حكومية أني أحاول أصنع لهم بعض النماذج لسيارات يعني أنا بإمكاني بقدر عند القدرة أني أصنع ولكن خلص أنت مركز على الطيران لأنه هو إشي فريد من نوعه وداما بحب أتميز بإشي غريب عن الناس ما بحب الإشي الروتيني وبالمقابل أنه أنا بحب هالعالم فليش لا يعني بس كمان خلينا نركز على شهر الكتير مهمة مازن اليوم أنه عم بتم الطلب لصناعة مجسمات تهيكل الطائرات منك مازن من قبل بعض الدول العربية يعني أنت عم بتصدر للعرب عم بتصدر للعالم هالمجسمات فهذا الشيء مفروض أنه ركز عليه ويكون في إلك دعم فعلا يعني الهيئات المسؤولة المؤسسات القطاع الخاص مفروض أنه يعمل على دعمك لأنه بالنهاية إذا بيكبر هالمشروع كتير أكيد رح يرجع بالإيجابية الحمد لله أني أنا ما بصدرت فقط لشركات مدنية سواء عربيا أو عالميا لا الحمد لله ستأودي للقوات الجوية لسلاح الجو خرج يعني حلو طيب هلأ الخطوة اللي جاي يعني بالنسبة لصناعة المجسمات يعني لأين بدنا نطورها أنا بعرف أنه فيه هلأ فكرة ريموت كنترول هذا أنا بطمح له أكيد أن يصنع طيارة تكون هالمجسم أنه يطير عرض الواقع بالمقابلة أنا بطمحني أسوي معرض وأفرجي قدر المستطاع لأكبر عدد ممكن من الناس على موهبتي أنا عندي معرض مصغر في البيت لا بس ايكي بدنا معرض كبير وتوفيق له حضور إن شاء الله بالمستقبل بوعدك أنه يكون عندي معرض عالمي إن شاء الله إن شاء الله مازن يعني كل التوفيق لأيلك فخورين طبعا بي هالإنجاز اللي عم تشتغل عليه إن شاء الله يكبر هالمشروع يعني يوصل للمراحل المتقدمة اللي أنت بدك إياها وتوصل لطموحك بس ما بدنا نختم اليوم فقرتنا مازن إلا لنسمع شي منك يلا بنسمع يلا يقولكم أنا محضر طبعا مقطعين أول مقطع حسنك يا زين حيلا من اللون التراث الأردني والمقطع الثاني من اللون الإماراتي أغنية فيها غزل مبطن يلا خلينا هكي يبلش صباحنا معكم نتفى بصوتك الله يخليكي حسنك يا زين جنني وخلى لي عقلي طاير ويلي يمى وإنت سباب ضماية وما بتسأل شلي صاير ويلي يمى حسنك يا زين جنني وخلى لي عقلي طاير ويلي يمى وإنت سباب ضماية وما بتسأل شلي صاير ويلي يمى حسنك يا زين جنني وخلى لي عقلي طاير ويلي يمى يلا اللي بعدها وكل الغالة لك وقلبي لك وكل يلك والروح لك والعمر يا شعق في أدوالك يا مالك الروح من سلم الغالة تاملك قلبي ونفسي وأمرك وانتهي المالك الله عليك الله عليك يسلم هالصوت يا مازن شكرا طبعا لوجودك اليوم معي وكل التوفيئة إليك وأنا أكثر وأنا أكثر يا مازن مشاهدينا الأعزاء من هالموهبة ومن هالمهنة ومن هالصوت الرائع مع مازن العزب نطع فاصل صغير ومن بعده أكيد منكمل فقراتنا فخليكم على